نظمت مؤسسة حياة كريمة حفل إفطار بحي شبرة في محافظة القاهرة ويأتي هذا الإفطار في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسعادة وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسعادة وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم نظمت مؤسسة حياة كريمة حفل إفطار بحي شبرة في محافظة القاهرة وذلك ضمن عدد من المحطات والمخطط أن تجوبها قوافل السعادة خلال شهر رمضان الكريم بنستهدف النهاردة 1500 مواطن للإفطار ثم بعدها بيبعندنا فقرات غنائية وفقرات طرفهية للأطفال وللقبار وبنوزع هدايا على الناس بحيث اليوم يطلع من زي اسمه قوافل سعادة الناس يبعليها السعادة والبهجة الاحتفالية تضمنت إفطارا جماعيا إلى جانب تنظيم عدد من الفقرات الثقافية والفنية بالإضافة إلى أعداد فقرات توعية دينية وتوزيع الهدايا على المواطنين النهاردة المايدة بتاعتنا فيها 1500 فرد دي التالت واحدة تالت قافلة القافلة الأولينية كانت في الأشراف والتانية كانت في حلوان ودي التالتة هو النهاردة إفطار جماعي للمواطنين كلهم هو الموضوع حلوة قوي وأنا مبسوطة بي جدا احنا بننظم الناس وبنحاول نحن نساعدهم ونحاول ما يكونش فيه أي مشاكل وإن شاء الله كلكم مبسوط مؤسسة حياة كريمة تواصل جهودها في مختلف الكرة والمحافظات من خلال تدشين عدد من الفعاليات والخدمات التنموية إلى جانب إطلاق المبادرات المختلفة لخدمة المواطنين جيرمين إبراهيم التلفزيون المصري